اشتركوا في القناة في سفر التكوين اصحح 2 آية 17 و18 وده تاني موقف في علاقة الله بالأسرة الأولى التي تتكون من أبونا آدم ومن حواء بنجد سفر التكوين بيقول أما ربنا بيدي وصية لآدم أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنه يوم تأكل منها موتا تموت الآية اللي بعدها على طول وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره وبنجد الترابط عجيب جدا بين الوصية اللي ربنا بيديها لآدم وبعدها على طول خلق له معينا نظيره وكأن الله يريد أن يعلمنا أن الحياة محتاجة شركة تنفيذ الوصية محتاج شركة وأن ينفذ يعيش الإنسان في وسيط ربنا وينجح فيها الشركة بتسنده وبتساعده فكلا هما يكملوا بعضهما ويسندوا بعضهما في هذه الشركة ولهذا الوحي الإلهي يعلمنا أن ربنا قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده الوحدة في المجتمع وفي العالم صعبة الله أراد للإنسان أن يحيا في فرح وسعادة وقوة وانتصار وغلبة وأمانة في تنفيذ الوصية وكل هذا بيتحقق عندما تكون الأسرة فيها ارتباط وتكامل فخلق الله من جنب آدم حواء وده بيعلمنا درس جميل في الأسرة أن الأسرة عبارة عن اكتمال الحياة أصبح جسد آدم بيكتمل بحواء وحواء جسدها مكتمل في جسد آدم وأصبح التكامل منهم هو عنوان إرادة الله في حياتنا نحن في الأسرة الهدف التكامل بين الطرفين الهدف المحبة المتبادلة الهدف أيضا توزيع وتكامل الأدوار أصبح لآدم معين نظيره نظيره في القرامة والمجد نظيره في العقل نظيره في الحياة ولكن بإمكانيات أخرى لا تتوافر عند آدم لا يستطيع آدم أن يكون بمهام حواء ولا تستطيع حواء أن تقوم بمهام آدم والمحبة المتبادلة بينهم هي استخدمها ربنا لكي يخلق بشر جدد هذا التكامل في حياتنا الواضح جدا في إرادة الله المعلنة في سفر التكوين بيعلمنا أن الحياة محتياجة الاحتياج إلى رفيق وده يتحقق في الأسرة الطرفين محتاجين تشجيع ومحبة يتحقق في الأسرة الوحدانية الإنسانية ليستها الأصل ولكن الأصل التكامل بين طرفين نجاح الإنسان مع شريك حقيقي مؤكد وبدون هذا التعاون لا تتحقق إرادة الله في الأسرة الأسرة المسيحية فيها تكامل فيها شركة فيها محبة متبادلة هذا هو فكرة الله وإرادة الله في حياتنا والإلهنا المجد دائما أبدا أمين ونشوفكم بخير في لقاء آخر